صعد الله يومكم بكل خير مشاهدنا الكرام نتمنى أن تكونوا بصحة وعافية في ظل وباء كورونا الذي لا يزال للأسف يحصد الأرواح عبر العالم وتسجل الجزائر فيه نسب أو أرقام متواصلة حسب اللجنة المكلفة بمتابعة وباء كورونا في الجزائر وآخر الأحصائيات أمس تحدثت عن تسجيل 264 حالة فيما ارتفع حالات الوفاة إلى 19 حالة بتسجيل حالتين أمس بكل من ولاية تيزيوزو لشخص يبلغ من العمر 72 عاما وكذلك لشخص آخر من بومرداز يبلغ من العمر 75 عاما مشاهدنا الكرام في ظل هذه التطورات نحن معكم نواصل في هذه الحلقات المتسلسلة من غرفة الأخبار لإطلاعكم على كل المستجدات ولكن يبقى المصدر الأساسي والرئيس هو اللجنة المكلفة بمتابعة تطورات وباء كورونا من وزارة الصحة نشير كذلك مشاهدنا الكرام أن الإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للأمن تدخل يومها الثاني إجراء الحجر الصحي على ولاية البوليدة وكذلك الحجر المنزلي بالنسبة لولاية العاصمة التي يمتد من السابع صباحا إلى السابع مساء وكنا شاهدنا مباشرة مشاهدنا الكرام من كل أحياء العاصمة وكذلك المداخل على مستوى البوليدة الإجراءات الميدانية والأمنية التي تصهر عليها السلطات الأمنية والعسكرية ممثلة في أفراد الدرك الوطني وكذلك بالنسبة لعناصر الشرطة فقط مشاهدنا الكرام في زمان كورونا لا يمكن أن نغفل على مسائل أخرى اجتماعية نفسية تهم المواطن السؤال اليوم يطرح ما هو مصير هؤلاء التلاميذ الذين هم في البيوت في الحجر المنزلي هل يمكن من مصاحبتهم ورافقتهم اجتماعيا نفسيا هكذا لتخطي هذه المرحلة الصعبة التي نتمنى أن تزول في أقرب الأوقات إذن هناك مدرسة إلكترونية في زمن الكورونا هي تجربة تعليمية سنحاول أن نستشف هذه التجربة من بعض المختصين في علم التربية من بينهم الذي يلتحق معنا على الهواء مباشرة عبر خدمة سكايب الأستاذ عبدالقادر بودراما وخبير في التربية والتعليم مرحبا بك سيدي مساء الخير سيدي الكريم ربما يظهر أن الصوت من جهتك يحتاج إلى تعديل ولكن سنحاول في هذه الجزئية أو في هذه العجالة أن نبدأ هذه الحلقة هل هذا السؤال طبيعي مشروع أننا نتحدث عن التربية عن اهتمام بتلاميذ في زمن كورونا؟ سيد الكريم لا يمكن أن نواصل في غرفة الأخبار هذا الاتصال عبر خدمة سكايب لأن الأمر يتطلب إصلاح من جهتك هكذا حتى يمكن أن نواصل معك سيدي الكريم مشاهدين الكرام سنعود إلى ضيفي عبر خدمة سكايب بعد أن يجهز اتصاله ويمكن من التحاق بنا عبر خدمة سكايب مشاهدين الكرام دائما نحن في غرفة الأخبار نحاول أن نعطي الأرقام ونحاول أن نأخذ الأرقام من مصدرها كما تحددته سالفا فأن اللجنة المكلفة بمتابعة كورونا هي المصدر الأساس والرسمي لإعطاءها كذا تصريحات مشاهدين الكرام سنحاول من خلال هذا الجدول الذي يظهر أمامنا في الشاشة وهو يستعرض الحالات كورونا بالوفاة وبالتحكيد أو بالحالات المؤكدة وبالتحكيد كذلك بالحالات الاستشفائية كما تشاهدون مشاهدين الكرام عبر هذا الجدول فإن حالات كورونا المسجلة والمؤكدة في الجزائر هي 264 حالة عبر 25 ولاية تبقى ولاية البوليدة بأكبر حصة ب125 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في المرتبة الثانية هناك العاصمة أو الجزائر العاصمة ب42 حالة مؤكدة بالنسبة للحالة الأخرى هي في ولاية تيزيوزو والتي هي 12 حالة حالة الوفاة للأسف حالتين كما يظهر في هذا الجدول إلى ولاية وهران حسب الحالات هي 8 حالات لا حالات شفاء ولا حالات وفاة لحد الآن عنابة في المرتبة الموالية ب6 حالات لحد الآن كما يظهر في الشاشة وحالات الوفاة الحمد لله ليست هناك حالة وفاة بالنسبة لولاية السكيكدة فحالات الإصابة هي 5 حالات وحالات الوفاة كما يظهر في الجدول لا توجد حالات ولا توجد حالات وفاة بالترتيب نعيد بسرعة الوادي أربع حالات سطيف ثلاث حالات البرج حالتان بجاية حالاتاني وقلنا الوادي أربع حالات سطيف ثلاث حالات البرج حالتين بجاية حالتين تيبازة حالتين لمدية حالتين خنشلة حالتين إذن وولاية لمدية حالة وفاة أضرار حالتين معسكر حالتين بمردس حالتين البويرة حالة واحدة تيلمسان حالة واحدة أشلف حالة واحدة بالنسبة كذلك الأمر لكل من عين تيموشنت سيد بلعباس وقلنا أن الولايات التي مسها كورونا هي خمسة عشرين ولاية من بينهم كما قلنا مستغانم سغراس بحالة واحدة جيجل حالة واحدة تيسمسيرت كذلك حالة واحدة بسكرة لا تسجل حالة لميلة ولا ورقلة ولا أم البواقي مشاهدين الكرام إذن الحالات المؤكدة كما أسلفنا هي خمسة وعشرين ولاية سجلت بها وفاء كورونا بينما الحالات المؤكدة مجموعها هي ميتين واربع وستين حالة وارتفاع حالة الوفاة إلى تسعة عشرة حالة خلال آخر الإحصائيات الواردة من اللجنة المكلفة بمتابعة كورونا إذن مشاهدين الكرام أمر كورونا لا يهم قطاع دون قطاع آخر فكل القطاعات تهتم بهذا الموضوع من بينها بعض حملات التطوعية الحملات التضامنية مع المصابين بكورونا في بعض الولايات من بين هذه العينات ينضم إلينا الأستاذ أمين عربان وهو صاحب مبادرة توزيع المواد الاستشفائية الصيدلانية ضد كورونا عبر مستشفيات العاصمة إذن معي على الهاتف مباشرة أمين عربان مساء الخير مساء النور السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام عفاك الله سيد الكريم بداية ماذا تنوون بهذه المبادرة ما هي الوسائل وإلى ما هي أو من موجه إليهم على كل حال معك الأستاذ عربان محمد أمير رئيس الغرفة الجهوية لموثيقي الوسط نائب رئيس الغرفة الوطنية الموثيقي على كل حال نظر الوضع لستثناء اللي يتعيشه البلاد اليوم نتاج جائحة كورونا كنا قدمنا كغرفة جهوية لموثيقي الوسط بالتنفيق مع الغرفة الوطنية ولا تقدمنا أمام بعض المستشفيات باش نشوفوا المستلزامات انتحهم وأول مبادرة كانت مع مستشفى البليدة عندها أربعة عيام وينحاولنا نوفر لهم كل شيء المطلوب واليوم كذلك كان عندنا مبادرة اليوم مع أربعة مستشفيات بدينا مستشفى اليوم عين طاية وينقدمنا لهم عشر آلاف زوج من القفازات الطبية حوالي تلتعول من الحجم الكبير من المعازية الطبية وعشين إزاء الطبي كذلك وعندنا أكثر من ألف قناة جراحي زايد علبتين من الحجم الكبير من غيطاء الرخص وغيطاء الأحدية و128 قارورة هلام وطهر من حجم 500 ميلي ليل أستاذ أمين عربان تحدثت عن كل هذه المستلزمات الطبية ربما ما هي مصدرها من أين اقتنتها هذه الجمعية أو هذا المصدر الذي يريد أن يبادر بهذه المبادرة على كل حال نحن كغرفة جهوية لموثق الوسط ولمهن تاني يعني ما هوش عاملنا ما هوش عامل جمعوي وإما ما نحن منظم نهنية بعد ما شخنا بأنه كين فيه نقص كبير في هذه المواد حاولنا كذلك الاتصال بالمستشفيات وحاولنا كذلك باتصالاتنا الخاصة مع بعض الموريدين واقتنين من عندهم هذه المواد والحمد لله قبلنا نوصلها للجهات التي طلبتها بالنسبة لماذا ركزتم على المستشفيات بالضابط؟ لأن هل هناك مواطنين ربما بحاجة أو أملنا الأمر سيكون في قادم الأيام؟ على كل حال نحن كهيئة رسمية أو كمؤسسة رسمية هو الأصل أن نتعامل مع هيئات رسمية لأننا هذه المواد أو هذه المستهلكات الطبية إلا كنا جبناها جبناها بناء على تطوعات من عند بعض زملاء الموسيقين إذن كل شيء يجب أن يكون في إطار رسمي طبعا سيدي الكريم تحدثت عن المستلزمات ربما تحدثت عن نوعيتها خلينا نذكر المشاهد الكريم مرة أخرى ما هي أهم الأمور لنقزتم عليها في المستلزمات؟ ما هي نوعيتها؟ وكم عددها؟ حتى يعرف المشاهد الكريم هو على كل حال كان فيها نقص كبير فيما يتعلق بالمستلزمات خاصة فيما يتعلق بالسائل المعقم خاصة فيما يتعلق بالقمامات المعقمة كذلك والمآذر الطبية والقفازات الطبية هنا كان فيها نقص كبير مؤخرا وهذا اللي كنا شخناه نداءات كثير من مواطنين من أطباء في بار المستشفيات وعليه حاولنا أن نوفر لهم الكمية المطلوبة ونقلنا بأنه كنا نتصلنا بأول مستشفى وقدمنا له وهذا ثاني مستشفى وراح تستمر المبادرات طيلة اليوم إن شاء الله آخر مستشفى اللي سنقدم له هذه المساعدات وهو مستشفى زرادة إن شاء الله سيد أمين عربا نستغل الفرصة الحديث اليوم عن مبادرة لتوزيع المستلزمات الطبية قلت أنها موجهة للمؤسسات الرسمية سيد الكريم في جانب آخر بحكم مهنتكم وأنتم تمرسون مهنة التوتيق وتشرفون على هذه المهنة بالنسبة للمواطنين الذين لهم حاجيات وقضاء بعض المسائل الأخرى التوتيقية على مستوى مكاتبكم هل هناك من إجراءات خاصة في هذا المجال؟ على كل حال نتيجة الوضع الاستثنائي ونتيجة لقرار المجلس الأعلى للعمل بغلق كل المؤسسات خاصة وتسريح 50% بالنسبة للمؤسسات العمومية أما بالنسبة لخواص كان فيه قرار بغلق كل هذا التعليق كل نشاطاتها نحن كهيئة نهانية ممكن أنه صح نقدم خدمة عمومية لكن عندنا لقاءات مباشرة مع الزبائم مع المواطنين إذن قدمنا تعليمات لكل المؤسسات في المناطق المبوعة أنهم يغلقوا المكاتب التحام وذلك تفاديا لانتشار واسع لهذا الوضع هل هناك من مبادرات أخرى في قادم الأيام بعد هذه المستنزمات الطبية؟ هل تفكرون في أشياء أخرى تمس المواطن مباشرة في الجزائر العميقة؟ على كل حال نحن اليوم نقولوا على حساب الأحوال ولا حساب المطالب ولا حساب المستنزمات اليوم كان أولويات عندنا أولوية وهي المستشفايات وكان نقص كبير وبعدها إذا كانت مستلزمات ولا مطالب ثانية إن شاء الله راح تكون فيها مبادرات في الأيام قليلاً مقبرة متى يتم استلام بالمؤسسة الستشفائية تستلم هذه المستلزمات؟ لا قدمناها كما الآن في الوقت لا ننكلم فيك عنه في مستشفاع طائرة ننقدمه الآن في مستلزمات مع مديرية المستشفى وبعد ساعة أو ساعة ومثل من الآن عندنا كذلك موعد في المستشفى زميني وين سوف نقدم كذلك مجموعة من المساعدات والإعانات وبعدها مباشرة كذلك عندنا مستشفى زيارة إن شاء الله ما هي عدد المستشفيات المستهدفة بهذه المستلزمات؟ على كل حال اليوم عندنا إن شاء الله ربع مستشفيات وكنا قدمنا سابقاً لمشفى بليده وعندنا كذلك في غرفة شغل غرفة الجاوية لموثقي الشغل بالتنسيق مع الغرفة الوطنية كانت قدمت مساعدات كذلك لمستشفى الصيف ومستشفى النظر شكراً لك أستاذ أمين عربان صاحب مبادرة توزيع المستجمات الطبية نلقاك في فرصة قادمة بحول الله إذن مشاهدين الكرام كانت هذه بكالمة هاتفية تتحدث عن المبادرات وهي كثيرة في هذه الأوقات والمواطن مدعو إلى التضامن ولكن أهم تضامن مع السلطة العية هي البقاء في المنازل قدر الإمكان والاستجابة إلى الشروط والإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للأمن سواء على مستوى البوليدة بالحجر الكلي عدم الدخول والخروج إلا بترخيص من الشرطة أو الدرك ولكن كذلك بالنسبة للعاصمة الاستجابة للبقاء في المنازل والإلزام البيوت بداية من السابع مساء إلى السابع صباح ليس هذا فقط وإنما ضرورة احترام مسافة الأمان والمقدرة بمتر نهيك على ضرورة أن نتجنب الخروج لغير الحاجة لذلك الحضور أو الخروج يتم فقط في الضرورات القصوى ليس الامتتال فقط لإجراءات الحضر المبتدة على مدار 12 ساعة من السابع مساء إلى السابع صباح ولكن في الأوقات المسموحة بها كذلك يجب على المواطن أن يلتزم البيوت ولا يخرج إلى للضرورات القصوى نعاكم مشاهدين دائما الكرام لمتابعة كل أخبار وباء كورونا في الجزائر وكذلك الاستعدادات والاحتياطات اللازمة وبما فيها تابعنا منذ قليل المبادرات الموجهة سواء للهيئات العمومية أو للمواطنين ربما إذا كان هناك الاتصال عبر خدمة السكايب جاهز من الطرف الآخر على مستوى عبدالقادر بودراما وهو الخبير في التربية نحاول أن نعاود الاتصال بسيدي المخرج هكذا حتى أن نضمن هذا اللقاء عبدالقادر هل تسمعوني جيدا هذه اللحظة عبدالقادر نعم أنا أسمعك جيدا الحمد لله إذن سألتك هل اليوم السؤال مشروع أننا نتحدث عن مرافقة التلاميذ في زمن كورونا سؤال مشروع ومنذكي بل واجهة الحياة من فتوقف بإنسان 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 المجالات ومنها المجال الحيوي الغام كل إصلاح كل إيمان كل أبتداني ورغاء خبير استاذ عبدالقادر فيه عندكم مبادرة ما اسميتموها المدرسة الإلكترونية الموجهة للتلاميذ سواء في الباكالوريا أو شهد تعليم المتوسط أو مرحلة نهاية تعليم الابتدائي ربما تشرح لنا هذه الفكرة ترجمة نهاية سيد عبدالقادر ربما الفرصة خانتك تقنيا للحديث معنا في هذه التجربة سنتواصل ربما خلال هذه الحلقة من غرفة الأخبار أو ربما خلال الساعات القادمة مشاهدين الكرام دائما نتابع هذه التطورات إذن سنحاول بعد قليل ربط الاتصال بموفدنا إلى ولاية البوليدة متى يجهز ذلك لأنه متواجد هناك ونعرف أن البوليدة تعيش حالا من الحجر الكامل على مستوى المداخل والمخارج بينما تبقى ربما الحياة عادية ولكن يشترط فقط وينصح بملزمة البيوت ما تقتضى الأمر ذلك لأن الخروج يكون فقط لقضاء الحاجيات الأساسية إذن ولاية البوليدة سترافق إعلاميا ترافق أمنيا وترافق كذلك كما قالت السلطات أنها ستضمن الخدمات الخاصة بما فيها التزويد بالمواد الغدائية أو مواد أخرى استنزمات طبية يتطلبها الوضع نهيك على أن الجزائر كذلك العاصمة تعيش هذا الإجراء مشاهدنا كرام قبل أن نتصل بوليد حمداد وموفدنا إلى ولاية البوليدة نستعرض عليكم مشاهدين الكرام على الهواء مباشرة آخر المستجداد في العالمية بخصوص وباء كورونا حسب هذا الجدول الذي هو في اللحظة والحين صادر عن المنظمة العالمية للصحة حيث تتحدث الأرقام لأنها في ارتفاع للأسف كما يظهر على يسار الجدول 436 و700 أو 436 و773 حالة مؤكدة بكورونا وكما نشهد للأسف للأسف أن 11 حالة تسجل لحظة لأن عالمة بليس أو زائد 11 هي أنه في هذه اللحظة سجل تأكيد أو تأكيد حالات المؤكدة هي 11 حالة نعيد التذكير حسب هذا الجدول أنه 436 و773 حالة هي مسجلة عبر دولي العالم في هذه اللحظة يسجل جدول 11 حالة مؤكدة للأسف أن العدد يقترب من نصف المليون يبلغ 500 ألف يعني فهو لم يبقى الكثير نتمنى أن لا يتصاعد أكثر نعيد التذكير حسب الجدول في من اليسار 436 773 بالنسبة لحالات الوفاة 19 638 بالنسبة للحالات الاستشفائية أو التي يرجى شفاؤها وشوفية هي 111 756 والشيء المؤكد هو أنه بالأخضر الرقم وبجانبه زائد 14 أنه في هذه اللحظة الحمد لله تم تسجيل 14 حالة مسجلة مشفات أو شفية من وباء كورونا ويبقى العالم 198 دولة مسها وباء كورونا إذن نشاهد مشاهدين الكرام أنه اللون الأحمر ربما بدأ في التراجع لأنه رقم الحالات الاستشفائية بالأخضر 111 756 حالة و 14 حالة هي شفية بينما المسجلة زائد 11 والشفاء زائد 14 إذن الأمل دائما للشفاء حسب هذه الأرقام مشاهدين الكرام نحن معكم على الهواء مباشرة وأنتم تتابعون هذا الجدول الذي يظهر في العالم وكذلك حسب الأرقام التي تتحرك هي أرقام آنية باللحظة توتق لكل الدول التي سجلت بها أو سجلت بها حالات كورونا سواء حالات مؤكدة حالات شفية أو حالات للأسف الوفاة كما قلنا 19,638 هي عبر العالم بينما تبقى الصين تسجل لوحدها في المرتبة الأولى 81,121 حالة بنسبة وفيات 3,281 بينما إيطاليا كذلك يرتفع الرقم من يوم لآخر وصل هذه اللحظة إلى 69,176 وللأسف الوفايات 6,820 بينما الحالات الاستشفائية والمستشفات هي 8,000 إذن ربما يشاري أنه الاتصال جاهز نربط الاتصال مع مفدنا إلى ولاية البوليدة الذي يسهر ليلة نهار على نقل كل هذه المستجدات إذن كما يظهر أنه بحضور المكلف بالإعلام على وستوى الهلال الأحمر الجزائري وليد زميلي صحة والعافية نتمنى لك السلامة سيد الكريم ماذا عندك من البوليدة؟ صبع الخير أبو عافية صبع الخير للمشاهدة الكرام نحن هنا بمقر ولاية البوليدة سنحضر عملية توزيع كمية من الحليب تم منحها من طرف أحد المحسنين والمتمثل في شركة حضنة الكمية مقدرة بـ 26 ألف علبة سيتم توزيعها على مستوى الأحياء الشعبية هنا في البوليدة مثل الدويرات وشارع 19 جوان وشوارع أخرى حتى نقص من ندرة هذه المادة التي أصبحت أكثر من ضرورية خلال أيام الحجر الصحي الكلي بوعافية هناك أيضا كميات أخرى من المواد الغدائية الأخرى حتى من الخضر والفواكه ستصل في الساعات القليلة المقبلة هنا على مستوى ولاية البوليدة ويتم توزيعها للمواطنين على غرار مادة البطاطا ومواد استهلاكية أخرى بوعافية ربما تحيلنا أو معك الأمين العام يقدر يدخل في هذا الموضوع ما هو دور الهلال الأحمر الجزائري في ظل هذه الظروف التي تعيشها الجزائر والبوليدة العزيزة خاصة هو المكلف بالإعلام بوعافية حتى ننصحح لك وليس الأمين العام المكلف بالإعلام على مستوى الهلال الأحمر الجزائري فرع مدينة البوليدة السيد بلاحسن صباح الخير سيدي صباح الخير صباح الخير هو من المعروف أنه دائما الهلال الأحمر الجزائري يقف مثل هذا المحن وفي هذا الظروف الصعبة الهلال الأحمر الجزائري هي فرع تحد بلادول تحت رعاية الوالي الوالي وتكل المتطوعين اللي معنا رانا تلقينا نسبة كبيرة من الحاليب المتهمة في علبة اللي هي 26 ألف علبة تم توزيحها على مختلف المناطق وليت البليدة قصنا حتى الآن منطقة ترق شريعة ترق سيدي كبير ترق ديزناف جوان 19 جوان وكاين كمية أخرى رح نزيد ونوصلها لأماكن الأخرى ونرتقب دائما عبر المحسنين لتزيد توصلنا مساعدات أخرى رح تكون معنا تتوزع على مختلف المناطق إن شاء الله هناك سؤال آخر هل هناك تيسير في عملية النقل كيف تتنقلون لإيصال هذه المادة المواطن بكامل أنحاء الولايات بالنسبة له الأحمر الجزائري عنده أناكسيم دخول لكل المناطق وما أنت معروف في هذا الظروف لا يوجد أي عاق أحيانا بلقى المسيرة شوية صعبة لأن الناس رحي في حجر صحي وحجر منزلي وهذه الطريقة لنجم نوسط بها لكل المناطق وليد زميلي وليد أسأله فقط ديابة عني زميلي الكريم هذه الولاية لبوليدة هي في حجر صحي لمدة عشر أيام وهذا ما يتطلب اهتمام خاص هل أحصوا؟ ماذا تريد البوليدة؟ ما هي تحتاج في هذه المدة؟ وكيف يمكن أن نضمن حياة طبيعية للمواطنين خلال عشر أيام؟ البوليدة في حجر صحي كلي أنتم كهلال أحمر جزائري هل أحصيتم المواد التي يحتاجها المواطن في هذه الأيام الأيام العسيرة يعني نقدر أن نقوله مع الحجر الصحي الكلي هناك يعني دوام نصف يعني ليس دوام كلي كيفاش وش يحتاج المواطن البوليدة في هذه الأيام؟ هو أن نطلب أن الناس تتوعد دائما بالحجر الصحي بالحجر المنزلي أكثر من ذلك الحجر المنزلي هو سيعطي دور كبير لعدم انتقال العدوى بين الناس هلال الأحمر الجزائري سيتكفل إن شاء الله بإذن الله وعلى حسب مع أنت القدرات لتلحق من المتطوعة من المحسينين سؤال قتلك المواد التي يحتاجها المواطن البوليدي أنا حنجك نحنجك هلال إن شاء الله بإذن الله على حسب البائعنا بالنسبة للناس تبحث على الأشياء الأساسية الأساسية والضرورية في الأكل اليومي لمعروف الجزائر من بوقول ومشتقاتها والأمور الأخرى إن شاء الله بإذن الله على حسب المدخول يرى ورح يكون عندنا رح نتكفل بتوزيعه في كل المناطق بإذن الله وليد نعم أظن أن الجواب كان كافي وشافي عندي أمانة من بعض مواطنين أتصل به هذا الصباح من البوليدة يسأل عن الأجراء الشهرية لأن مكاتب البريد يقول لي أنها مغلوقة أعطينا المعلومة الصحيحة كيف يمكن للمواطنين أنه بعد يوم غد 26 سيكون يوم للمتقاعدين كيف يمكن لهؤلاء سحب معاشاتهم ورواتبهم كنت منذ قليل مع المكلف بالإعلام على مستوى ولاية البوليدة أعطاني حتى الصور بوعافية هناك غلق جسئي وليس كلي لمكاتب البريد هناك مكاتب بريد متنقلة على مستوى باب الرحبة مكتب بريد واحد هناك مكتب بريد آخر على مستوى منطقة من مناطق البوليدة لكن المكاتب الأخرى على مستوى ولا ديعي وقفنا عليها صح هي مغلقة لحد ساعة بعد قليل سنقوم بتخطية بشأن هذا الموضوع حتى نضع المواطن الكريم في الصورة ونعطي له الحلول اللازمة لتمكنوا من سحب معاشوا وهكذا نكونوا أدين الرسالة الإعلامية على أكمل وجهها بالنسبة للبريد والمواصلات الوزارة تحدثت عن توكيلات ويعني بعض الأوراق يستطيع هناك من الذي لا يتنقل إلى البوليدة إلى مكاتب البريد يمد توكيل إلى أحد الأقرباء هل هذا معمول به في البوليدة؟ والله جزئيا أبو عافية لأن بعض الناس المتقدمين في السن ما يثيقوا في حتى واحد يعني ماذا به هو ليسحب الراتب الشهري تاعه والمعاش نتاعه بنفسه وقفنا في الأيام القليلة الماضية على هذا الأمر وقال لك لا يعني نروح بنفسي ونسحب المعاش تاعي بنفسي لكن قلت لك بعد قليل سنقوم بتخطية يعني تكون جد مهمة حتى نضع المواطن في الصورة وليد سؤال أخير فقط إذن الحجر الصحي على ولاية البوليدة دخل منذ أمس كيف استقبل المواطن البوليدي هذه الإجراءات؟ هل لم تتلى إلى حد كبير؟ وعافية هذا سؤال وجيه جدا أمس قمنا بدورية مع رجال الأمن الوطني مشكورين يسرون الأمور حتى نرافقهم في مهمتهم بداية من الساعة السابعة مساء حتى يعني نخليوا الوقت للمواطن بشي يدخل المنزل تاعوا ونشوفوا الناس لقاعدة في الشارع والله تطبيق يعني نقولوا جسئي وجسئي قليل جدا لأنه معظم المواطنين كانوا في الطرقات ومعظم السيارات صبنا يعني طريق ممتلئ حتى يعني عون الأمن الذي رافقنا يعني حاول تحسيسهم بالدخول منازلهم وكل واحد عنده حجة واحد يقول لك رايح للمستشفى الآخر يقول لك أنا عندي مخبزة ولازم نخرج واحد يقول لك عندي محل تعبيع الكماليات وكذا يعني لكل حجته لكن الوعي ليس بالوعي الكل لهذا ما التمسناه في ولاية البوليدة ما زالوا المواطنين يدوروا بسيارتهم وما زال الأمور يعني لم تدخل نصابها كما شكرا شكرا لك سيد وزميلي وليد حمدادو شكرك وليد حمدادو نتمنى لك الصحة العافية ولكل سكان ولاية البوليدة ولسكان الجزائر قاطبة شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام نحن معكم على الهواء مباشرة لمتابعة هذه الأخبار المتعلقة بوباء كورونا إذا كان هناك ربما سنكون بعد فاصل قصير إن أمكن لأنه سنكون بعد فاصل قصير لمتابعة غرفة الأخبار ثم نعود إليكم مشاهدين الكرام مشاهدين الكرام عودة مجددة إلى غرفة الأخبار لمتابعة تطورات وباء كورونا للتذكير فقط فإن المعطيات والإحصائيات الصادرة عن اللجنة المتابعة مكلفة بوباء كورونا في الجزائر أعطت رقما أمس يتحدث عن 264 حالة مؤكدة بفيروس كورونا بينما 19 حالة وفاة و 65 حالة شوفية مشاهدين الكرام إذا كان المخرج فقط يعطينا نعيد التذكير بالجدول الخاص بوباء كورونا في الجزائر ونعطي الإحصائيات حسب كل ولاية لأن الولايات المعنية أو بالوباء هي 25 ولاية وكل ولاية لها أرقام متفاوتة تبقى ولاية البوليدة بأكبر نسبة المخرج فقط نتابع الصورة بالنسبة للجدول الخاص بالجزائر قبل أن نرى الجدول الخاص بالعالم الصادر عن المنظمة العالمية للصحة لأن قلنا هذه الأرقام هي صادرة بالنسبة لجزائر عن مؤسسة أو هيئة مخصصة لهذا الغرض وهي المؤسسة أو اللجنة المكلفة بمتابعة وباء كورونا كما تظهر هذا الجدول الذي يلتحق بناء النحضة هي ميتين واربع وستين حالات مؤكدة عبر خمسين وعشرين ولاية الولاية الأولى هي البوليدة بمئة وخمسين وعشرين حالة والحالات الوفاة هي تمن حالات بينما الحالات التي شفيت هي اتنين وعشرين في المرتبة الثانية العاصمة الجزائر العاصمة باثنين واربعين حالة العاصمة باثنين واربعين حالة مؤكدة بالوفاة الثلاث حالات الشفاء لا شيء الولاية الموالية هي ولاية تيزي وزو باثنين عشر حالة حالات الوفاة للأسف حالتان والحالات التي شفيت لحد الآن ليست هناك حالة بينما الأرقام أو الذين هم في المستشفيات عشر حالات بالنسبة لولاية وهران سجل بها تمان حالات تمان حالات بولاية وهران وحالات الوفاة الحمد لله ليست هناك حالة وكذلك الشفاء ليست هناك حالة بينما في المستشفيات هناك تمان حالات بالنسبة لولاية عنابة سجلت بها ست حالات حالات الوفاة غير مسجلة وكذلك بالنسبة للشفاء بينما يبقى بالمستشفيات ست حالات ولاية سكيكدة فيها خمس حالات وفاء كورونا مسجلة بها الوفيات غير موجودة وكذلك الحالات الشافية والشافية هو الله بالنسبة للمستشفيات أو بها خمس حالات باقية بالمستشفيات للمتابعة الصحية ولاية الوادي بدورها سجلت بها ربع حالات حالات الوفاة للأسف حالتان والحالات الشفاء لا شيء بينما يبقى تحت الاستشفاء أو المستشفيات اثنين حالتين أو حالتان بالنسبة لولاية الصيف سجل بها ثلاث حالات حالات الوفاة لا شيء وكذلك حالات الشفاء لا شيء ويبقى ثلاثة تحت رعاية الصحية بالمستشفيات ولاية برج بوعليش بدورها سجلت بها حالتان وحالات الوفاة لا توجد وكذلك حالات الشفاء بينما يبقى شخصان تحت الرعاية الطبية في المستشفيات بينما ولاية البجاية سجل بها حالتان حالات الوفاة واحدة والحالات التي شفيت لا شيء ويبقى واحد تحت رعاية الطبية بالمستشفيات ولاية تيبازا حالتان وسجلت بها حالات الوفاة لا شيء كذلك حالات الشفاء لا شيء بينما يبقى حالتان تحت الرعاية الصحية ولاية البوليدة أو المدية عفوا بها حالتان فقط وهي حالة منها توفيت وتبقى حالة تحت الرعاية الطبية ولاية خنشلا سجل بها حالتان لحد الآن كما يظهر عبر هذا الجدول الخاص بخنشلا قلنا حالتان وهناك حالات في كل اختلف الولايات التي تبلغ 25 ولاية هناك التي سجلت بها حالة واحدة عبر كل هذه الولايات ربما فقدنا الاتصال مع عبد القادر بودراما الذي لم نتمكن من متابعته عبر سكايب لأن الخلل على مستوى فلم نتمكن ربط به الاتصال مشاهدنا الكرام بهذا نأتي إلى ختم حلقة غرفة الأخبار